المدرسة النظامية في بغداد سبب إنشاء المدرسة أصلاً إذن في أعمال مؤسسية خيرية وبالذات التي فيها تجذير مذهب التوحيد والسنة والترسيخ والتعليم والتخريج هذا كان إحساس بالخطر سبب نشأة العمل المؤسسي هذا العلم الشرعي الإحساس بالخطر والسعي إلى التجذير مذهب الحق فملأ الوزير هذا نظام الملك بلاد العراق وخراسان بالمدارس حتى قيل له في كل مدينة بالعراق وخراسان مدرسة وكان ينشئ حتى في الأماكن النائية وكانت تابعة له وأبدى اهتماماً كبيراً فيها من ناحية اختيار الموقع الجغرافي مثلاً فبنى مدرسة ببغداد ومدرسة ببلخ ونيسابور وهراء وأصبهان وهراء وأصبهان ومدرسة بالبصرة ومرو وطبرستان والموصل ويقال إن له في كل مدينة بالعراق وخراسان مدرسة كما في طبقات الشافعية هذا التوزيع الجغرافي يبين خدمة الفكرة التي من أجلها أنشئت لأن التجذير للمنهج يحتاج إلى امتداد إقليمي وتوزيع جغرافي حسن هذه المسألة مهمة جداً اختار المدرسين والعلماء المميزين وبعناية تامة ومن تفرس فيه صلاحية الولاية والله يعني فيه شيخ عالم طالب علم وفيه إداري نظام الملك من دقته في توزيع المهام من تفرس فيه صلاحية الولاية والله يعني الذي يتفرس فيه أن يصلح للإدارة والله الإدارة ومن رأى الانتفاع بعلمه أغنى يعني المدير سيكسب من حرفته في الإدارة طيب الشيخ يجعل له أعطيات خاصة تفريغاً له للتعلم والتعليم ورتب له ما يكفي حتى ينقطع إلى إفادة العلم ونشره وتدريسه وكان يكتشف الأستاذ أولاً شوف الآن هنا هذه نقطة مهمة جداً جداً اليوم لو أردنا أن نعمل شيئاً لخدمة دين الله له وزن كبير ما هو هذا الشيء كان نظام الملك يكتشف الأستاذ أولاً من الطاقات العلمية مثلاً فقه حفظ فهم فهم قدر على الاستنباط أو الاجتهاد حسن تدريس وتعليم خبرة من هم العلماء؟ أو طلبة العلم الكبار؟ كان نظام الملك يكتشف الأستاذ أولاً فيبني له مدرسة باسمه حدث هذا مع الشيخ أبي إسحاق الشيرازي المتوفى سنة 476 فبنى له نظامية ببغداد خاصة بالشيخ ومع إمام الحرمين بنى له نظامية بنيسابور هذه قضية أن صاحب العلم والقدرة والعطاء العلم الشرعي يكفى ويخدم هذه يا إخوان آن الأوان أن يرفع لواء هذه الفكرة وتأخذ بعين الاعتبار ويحضر فيها أبحاث وتوضع لها خطط وتدخل حيز التنفيذ لازم ضروري جداً جداً لأن الله لا ينتزع العلم انتزاعاً من صدور العباد لكن ينتزع بقبض العلماء فإذن قياساً على ما فعله نظام الملك لابد من استكشاف الطاقات العلمية الموجودة في العالم الإسلامي أو في غيره فإذا عرفنا منه صحة المنهج وما عنده من القدرات العلمية والتعليمية هذا كان يبنى له مدرسة يجرى عليه راتب يجعل من الوقف وقف على المدرسة أو جزء من وقف على المدرسة الآن لو كان هناك لهؤلاء مدارس أو معاهد ومكتبات وطلاب ومعيدين للدرس ثم يخدم الشيخ بموقعه على الشبكة وفي التواصل الاجتماعي وتطبيقات جوال على ما أنتجه هذا الشيخ ويعمل له خدمة صوتية لعلمه الذي ألقاه ويفهرس ويعنون ويدقق ويراجع ويحسن إخراجه وينشر ويعمل له ترجمة لإنتاجه ولطلابه ويعمل له مكتب وتنسيق المواعيد إلى آخره للي يستاهل والله كان تغير المستوى العلمي الشرعي للأمة تغيرا جذريا لو صارت الخدمة لأهل العلم على هذا المستوى طبعا أكثر وفرع وقس وهات من الأشياء الأخرى المهمة جدا لكن قولوا لي من الذي يقوم بهذا اليوم كان هناك دعمات دي وميزانيات نظام الملك لم يبخر بالتوفير إمكانيات كبيرة أوقاف واسعة بل قال المقريزي أول مدرسة قرر بها للفقهاء معاليم إيش يعني معاليم؟ المعلوم إيش هو المعلوم؟ الراتب وأوقف نظام الملك على مدرسة ببغداد ضيعة هذه يعني كل مزارع مزارع وأملاكا وسوقا بنيت على بابها مول وفرض لكل مدرس وعامل قسطا من الوقف وأجرى للمتفقه أربعة أرطال خبز يوميا لكل واحد منهم أما مدرسة أصفهان فقدرت نفقاتها وقيمة أوقافها بعشرة ألاف دينار وكان المدرسة النظامية في نيسابور أوقاف عظيمة كما ذكر أبن جوزي في المنتظم في تاريخ الأمم واهتم بتوفير السكن للطلاب داخل المدارس